حالة بوتريكا ومحمد زيدان وصم الحضري وعمد متعب ومحمد صلاح علينا هم مجرد شوية عيال بتلعب وانتشار صورهم في الميديا وزال إعلام هي حيافة ده رأي خرج علينا بي الأديب والروائي دكتور يوسف زيدان ووجه الغرابة أنه يصدر من شخص مصقف في قامة يوسف زيدان مع حفظ الألقاب ليه؟ لأنه معروف أنه كل العالم البشرية كلها بتجري وراء نجوم الفن والرياضة كن أن الأدب لا يحتل المرتبة الأولى في متابعة الجماهير أو اهتماماتها ده مش زنب اللعيبة يعني لكن شئنا أو أبينا أصبحت كرة القدم يعني صناعة بل أتجاوز في اللفظ وقولوا أنها مافيا كاس العالم النهاردة اللي بيتلعب هو حديث كل سكان الكوكب أو غالبيت سكان كوكب الأرض الحياة شيء بمتوقفة بسبب كاس العالم لكرة القدم لكن الحياة لن تتوقف لو في محفل أدبي مع كامل احترامي طبعا لأدباء والشعراء إلى آخره وبالتالي وجهت ده عشان ده يطلع من دكتور يوسف زيدان هل هي غيرة محببة أنه ليس في شهراتهم؟ هل هي غيرة محببة أنه صورته صعب تتصدر غلاف مثلا؟ بينما مجرد محمد صلاح ما يروح جزر المالديف تبقى دي صورة غلاف على مجلات دولية ده احنا بناشد محمد صلاح أنه يجي يعمل سياح عندنا في شرم الشيخ وفي مقاصدنا السياحية علشان يعمل لنا دعاية لمقاصدنا السياحية ده قوة نعمة عمر دياب قوة نعمة تخيل أنا ما بسمعش عمر دياب ما بعبش أسمع مع كامل احترامي لي بس اعترف في موهبته واعترف أنه ناجح وقدر يحافظ 30 لسانة عدل إمام قوة نعمة محمد صلاح تحديدا مش مجرد لعب كرة مصري مشهور محمد صلاح كسر الحواجز كسر ما وراء الطبيعة إنجاز التعبير محمد صلاح هو قصة ملهمة يتعمل حواليها مسلسل أو عمل درامي شاب يطلع من نجريج إلى يبقى هداف الدور الإنجليزي أقوى دوري في العالم ثلاث مرات ده قصة إنه يبقى موجود في فريق ليفربول كلاعب أساسي من أول ما تعقده معه إنه يضع شرط على قيمة مالية والنادي يوافق يعني فدي كلها حاجات يعني أنا ممكن لقبلها من حد غير متخصص إنما ربما أرادت دكتور يوسف زيدان يعني استعادت قدر من الأضواء حواليه لأن الموسم ده أو الشهر ده هو موسم كرة القدم لكن لا مرحبا بالقوة النعمة في كل المجالات أنا أقبل من دكتور يوسف زيدان يقول لك إيه إن مع صور محمد صلاح والكوكبة دي من النجوم الفن أو الرياضة ينبغي ألا نقلل من أهمية العلماء أه طبعا علماء الطب الأفزاز من اللي بينقذنا لما بيجلنا أزمات صحية مش عمالقة زي دكتور مجد يعوب بس هي الحياة كده والناس لا تتابع إلا الأخبار الفنية والرياضية شيئة أم أبيت يعني ما فيش ألا بعض الأشخاص اللي كسروا الحواجز دي زي مثلا الدكتور الراحل العالم الكبير أحمد زويل اللي كان نجم محبوب عندما يطل على الناس على الشاشة لأ ربنا تداله كارزما جير العلم يعني أهضاء حاصل على نوبل وصورته على الغلاف تبيع زويل اللي كان في يوم من الأيام الجماهير أو بعضها بترشحه لمناصب عليا في الدولة المصرية لكن علينا ألا نقلل من القوى النعمة للدولة المصرية ده أنا عايز أقول لك يا دكتور يوسف الزيدان لو أنت فاتح هذا الملاف القوى النعمة المصرية بتريد تنسحب تنسحب شيئا فشيئا من تحت أقدام الدولة المصرية النهاردة في مهرجانات سينما عالمية بتقام في بعض الدول الخليج الشقيقة والمنافسة شريفة بس بيسحبوا من تحت إيديك معهم قدرة مالية لأنهم يوجهوا دعوة لأكبر فنانين في العالم يحضروا كس العالم اتعامل في قطر قوى مالية أنت لا تستطيع عليها النهارد حديث قطر النهاردة راجع كل وكالات الأنباء قطر اسمها يتردد ليل نهار لمدة شهر لمدة 30 يوم هي قطر عملت إيه؟ ما دي قوى نعمة فلازم تتحدث بلغة العصر انتهى عصر مع كامل الاحترام مصطفى لطف المنفلوطي وطاع حسين يطل عليكم من برجه العاكي هو هو توفيق الحكيم ونجيب محفوظ على عينه وعلى رأسه بس النهاردة الناس بتهتم بداه آه في ناس بتكسر الحواجز بكاريزمتهم بأداءهم زي دكتور ماجد يعوب اللي ترك يعني حله وترحاله والفلوس وساب بريطانيا ولقب السير وجيه في أسوار عشان يعمل مستشفى علاج قلوب الأطفال عندنا دكتور زويل عندنا علماء كتير أفزاز لا نقلل منهم لكن أيضا زي ما هم مصادر قوى نعمة بقية عناصر الإعلام المصري في عزه وفي مجده في سنوات سبق كان من مصادر قوى نعمة زعت صوت العرب كانت من مصادر قوى نعمة ومكلسوم اللي كانت بتوقف السيارات في جميع شوارع عواصم الدول العربية في الخمسينات والستينات ده قوى نعمة ده بالعكس أنا عايز مزيد من قوى نعمة أنا عايز ألف محمد صلاح وألف عمر دياب وألف كريم عبد العزيز وعايز ألف مجد يعوب أيضا ده لا يقلل من ده وده لا ينافس ده ده لي مجاله وده لي مجاله بس الناس بتحب دايما الترفيح عن نفسه فمين اللي هيرفع عني هل عالم ويعود معايا ولا أن أنا حب أتفرج على مطسي كورة القدم يا راجل ده محمد صلاح جمع كل الشباب على الأهاوي أو المقاهي علشان يتفرجوا ويتابعوا مطشاته محمد صلاح أسطورة يعني محمد صلاح كسر حواجز تاريخية يعني هو أفضل لاعب مصري في تاريخ كورة القدم بالأرقام يكاد يكون أفضل لاعب أفريقي بعد ما قصر أرقام كبيرة في الدور الإنجليزي حمد صلاح لسه واخد أفضل لاعب في العالم بتصويت الجماهير يعني فما ينفعش أهلل من ده لا الرياضة بتنفس العلم ولا العلم بينافس الرياضة دي حاجة ودي حاجة بس دكتور يوسف زيدان النهاردة أكبرنا نذكر اسمه ليس في مؤلف أو رواية جديدة بيألفها ولكن تعليقا على يعني الضرب القوى النعمة المصرية إنجاز التعبير أو التقليل منها ويرى إن مجرد ظهور وانتشار صور زي محمد صلاح دي هيافة أو لعبيال على العكس العالم تم تقرأ عن حجم الأموال المنفقة على كاس العالم النهاردة تعالى شوف يعني قرب تعالى البس الرياضي والكلام ده فأنا أرجو من دكتور يوسف زيدان مع كامل احترامنا لي أن يعيد النظر فيما قالوا